اشتركوا في القناة على الجزء الأول من مشروع القانون المالية لسنة 2023 ولابد في البداية من الإشادة بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال دراسة هذا المشروع القانون في كل المعراحل التي قطعها إلى حد الآن والتي عاكسها المستوى العالي للنقاش والتفاعل البناء الذي ميز جل مدخلات السيدات والسادة المستشارين المحترمين وهو ما ينمع المدى الحس الوطني والوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً وعلى المؤسستين التنفيذية والشريعية على وجه الخصوص كما لا تفوتني الإشادة والتنويه بالمشاركة المشرفة لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم لكرة القادم المقامة حالياً بقطر والآداء الرائع الذي أبان عنه في مواجهة أقوى المنتخبات العالمية والذي توجى بالتأهيل إلى الدور الثاني من هذه المنافسة العالمية هذا الإنجاز الكبير الذي لم يتم تحقيقه منذ 36 سنة أدخل الفرحة في قلوب كل المغاربة وأذكره الثقة والفخر بالانتماء للوطن وهو ما من شأنه تعزيز إيماننا بمؤهلات وبطاقتنا الفردية والجماعية وأتمنى أن تتولى انتصارات المنتخب الوطني خاصة إن شاء الله غدا أمام المنتخب الإسباني وما من شك فأن تاريخ الفاتح دجنبر كل يوم يوم مميز سيبقى رسخا في أدهان كل مغاربة لتزامنه أولا مع تأهل المنتخبنا الوطني إلى الدور الثاني من كأس العالم وثانيا لإطلاق تأميل إجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة التي كانت تستفيد من نظام الرمض والتي تشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف تهميم الحماية التغطية الصحية لفائدة كل مغاربة حيث أصبح ما يناهز أربعة ملايين أسرى وأكثر من عشرة ملايين مغربي من الفئات الهشة والفقيرة مؤمنين على المرب وصار بإمكانهم لاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة على إغرار الأجراء في القطاعين العام والخاص وستتحمل الدولة اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للدمان الاجتماعي التي ستبلغ تعدل مليار وخمسمائة مليون درهم في سنة 2023 وقد عبأت الحكومة كل إمكانياتها حيث تم تنزيل هذا الورش الهام وفق الأجندة الزمنية التي حددها صاحب الجلالة نصره الله وتم في هذا الإطار نشر جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بتعميم التأميل الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة والفقيرة بالجريدة الرسمية وفي نفس اليوم يوم فاتح دوجنبر تداول مجلس الحكومة خمسة مشاريع قوالين تنترج في إطار مواكبة تنزيل هذا الورش تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية الدعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 26 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتتعلق المشاريع هذه القوانين بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية بإحداث كل من الهيئة العليا للصحة المجموعات الصحية الترابية الوكالة المغربية للأدوية والمنتاجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته وأخيراً تزامن كذلك هذا اليوم ديالو فاتح دوجنبر مع الشروع في صرف زيادة 5% في معاشات متقاعد قطاع الخاص بإطر الرجع ابتداء من يناير 2020 وبدءاً بمعاشر نومبر من هذه السنة وتأتي هذه الزيادة التي يستفيد منها ما يفوق 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخارطين في الصندوق الوطني للدمان الاجتماعي عقب مصادقة مجلس الحكومة الذي انعقد يوم 17 نومبر الماضي على مشروع المرسوم بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للدمان الاجتماعي حضرات السيدات والسادة إن الحكومة حريصة على مواصلة هذه المسيرة والدينامية الإيجابية والخلاقة رغم سياق الأزمات التي يعرفه العالم عبر التنزيل الفعلي لكل الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي التزمت بها التي تندرج في إطار رؤية ملكية استراتيجية واضحة للمعالم والأهداف تأخذ بعين الاحتبار الانسجام والتكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية كما تهدف إلى خلق تحول نوعي مبني على ترسيد المكتسبات ومعالجة الاختلالات المسجلة والقضايا العالقة وينعكس حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها أيضاً من خلال انكبابها الفعلي على مأسسة الحوار الاجتماعي عبر التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال السلم الاجتماعي حقيقي وعبر بناء نموذج حديث ومتين للحوار الاجتماعي يقوم على مقاربة تشاورية وتشاركية مع كل الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيف وذلك بغية تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية من جهة وباحتبارها آلية لتحقيق التنمية الاقتصادية من جهة أخرى وهو الأمر الذي نجحت الحكومة في تحقيقه منذ الأشهر الأولى لولايتها من خلال وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي يشكل ثمر لهذا العمل التوافقي بفضل الانخيرات الإيجابي والمسؤول والمجهودات القيمة الذي بدرتها كل الأطراف في هذا الإطار ممثلة في القطاعات الحكومية والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين كما يعتبر النجاح في التوقيع على الميطاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي شرعنا بكل مسؤولية في ترجمة التزامته على أرض الواقع خير دليل على متانة العلاقة بين المؤسسة التنفيذية وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بدون استثناء والتي تشكل خياراً يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس إرادتنا الصادقة في الانخراط في مصاري إصلاح عميق وجدي لمختلف الملفات والقضايا العالقة ويأتي على رأسها ملف إصلاح منظومة التقاعد حيث بادرت الحكومة إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام المقاولات للمغرب خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر تمت خلاله المصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظم التقاعد وتستمر هذه الاجتماعات منذ هذا التاريخ في إطار لجنة للوصول إلى حلول متوافق عليها إن شاء الله في غضون ستة أشهر المقبلة لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمتقاعدين المستقبليين سيد الرئيس، سيدات والسادة إن حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها يوازيه كذلك هزمها على تعزيز علاقة التعاون والتكامل بين المؤسستين التنفيذية والشريعية والانفتاح على كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وكل القوى الحية ببلادنا من خلال مواصلة النقاش والتشاور حول مختلف القضايا المطروحة أمامنا والتنزيل الفعال للإصلاحات المجتمعية والتنموية لبلادنا وما من شك في أن قضية وحدتنا الترابية تأتي على رأس القضايا التي تقتدي يقدتنا وتعبئتنا الجماعية من أجل ترصيد الإنجازات المحققة في مصاري ترسيخ مغربية الصحراء ومواصلة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية خصوصا عبر تنزيل النموذج تنموي المندمج للأقاليم الجنوبية الذي يشكل خارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة بهذه الأقاليم وهنا لا يفوتني أن أتوجه بعبارات الإشادة والتقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمل الوطني والقوات المساعدة والإدارة الترابية والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت القيادة السامية لصاحب الجلال نصره الله للدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة لقد مرت المناقشة وتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أجواء إيجابية ومسؤولة ولا يسعني إلا أن أنوها بالمساهمة القيمة للسيدات والسادة المستشارين المحترمين في إنجاحها من خلال تعبئاتهم المكثفة ونقاشهم الهادف داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وكذلك الشأن بالنسبة لباقي الليجن القطاعية بمجلسكم الموقر وأغتنب هذه المناسبة لأتوجه بالشك لسي موليم سعود أغناء ورئيس لجنة المالية والتخطيط التنمية الاقتصادية وللسادة رؤساء وممثل مختلف الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة أعضاء هذه اللجنة وكل الليجن القطاعية على انخراطهم القوي في النقاش واشتغالهم المتواصل من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أحسن الظروف إن شاء الله وفي هذا الإطار فقد عرف مشروع قانون المالية لسنة 2023 بدوره نقاشات ومشاورات موسعة حول أهم التدابير والمقتضيات وذلك منذ المراحل الأولى لإعداد وإلى غاية يومنا هذا وذلك من أجل تجويد مقتضياته وملائمتها مع مطالب القطاعات والفئات المعنية دون المساس بأولوياته وتوجهاته المحورية كما تعاملت الحكومة بشكل بناء مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والمصادقة على هذا المشروع من خلال تمكين السيدات والسادة المستشارين من المعطيات المفصلة تجاوبا مع كل تساؤلاتكم وملاحظاتكم وأيضا من خلال التجاوب بشكل جدي وموضوعي مع مختلف التعديلات التي تقدمتم بها وهكذا فمن أصل 333 تعديل تم تقدم بها على الجزء الأول من المشروع تم سحب 228 تعديل وتم قبول 60 تعديل وهو ما يعني قبول ما يفوق 57% من التعديلات المقترحة واسمحوا لي أن أقدم هنا بعض هذه التعديلات التي تم قبولها الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصب جديد تم خسمها من المناصب المالية المؤهلة لرئيس الحكومة لتوزيعها ويهدف هذا التعديل إلى تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية بعد تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة نصره الله ودخول القانون رقم 46 المتعلق بها حيث التنفيذ وتفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد يوم 13 نوان بير 2022 تعديل آخر هو تمديد مدة تطبيق لإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية دوجين بير من سنة 2026 تخفيض المدة الواجب تخصيصها للسكن الرئيسي من 6 سنوات إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية مع توضيح مفهوم السكن الرئيسي وتحديد الحالات التي يمكن اعتبارها كسكن رئيسي لتفادي التأويلات والنزاعات أمام المحاكم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دوجين بير 2023 رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزابون من طرف الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم مراجعة نظام فرد الضريبة على المحامين وهنا ستسمحوا لي أن أعطي بعض التفاصيل تخفيض مبلغ الدفع المقدمة اختياريا من طرف المحامية على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم يؤديه كل محامين عن كل قضية استخلص مجموعة أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها تمديد مدة الإعفاء للمحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من 3 سنوات إلى 5 سنوات حدف إلزامية الإدلال بالرقم الوطني المهني الأداء التلقائي اختياريا لدفع واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني العشر من السنة المحاسبية المعنية تحديد مبلغ الدفع المقدمة على الحساب باحتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة من كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها المضروب في 100 درهم وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الدرائب وأخيرا فيما يخص المحامون التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الدرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه إقرار الاستثناء من تطبيق سعر 35% برسم الضريبة على الشركات إذا تجاوز الربح 100 مليون درهم بالنسبة للشركات المكتسبة لاستفاة القطب المالي للدار البيضاء والمنشآت التي تزاوي الأنشطتها في مناطق السريع الصناعي وكذلك الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل على مليار وخمسمية مليون درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجار من 2026 في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة وفق بعض الشروط تخفيض سعر الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير من 10% إلى 5% بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضاربة على الشركات مع حصر تطبيق هذا الحجز في المنبع على المكافآت المؤدات من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوات العمومية والشركات تابعة له فكانت بعض التعديلات ومترقوا الأخرى إن شاء الله في مرحلة أخرى حضرات السيدات والسادة لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 كما تعلمون في سياق معقد واستثنائي تزامنت فيه وبشكل غير مسبوق تداعيات الجائحة والصراعات الجيوسياسية والجفاف لتخلق أزمات متعددة الأبعاد والتأثيرات على الصعيد العالمي وهو ما كانت له امتدادات على الصياق الوطني فرضت ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية للأسر وعلى ماليتنا العمومية ولأن مواجهة هذه التحديات الجسيمة وللاستجابة للحاجيات المستعجلة لا يتم عبر الشعارات ولا كثرة الجدل فقد واجهتها الحكومة بالعمل وباتخاذ تدابير مسؤولة وطموحة وواقعية للحد من تداعيات هذه الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني والمالية العمومية ودون الارتكان إلى ديون إضافية تثقل كاهل الأجيال القادمة ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي ومع مواصلة تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخلطت فيها بلادنا وهي مقاربة لا يمكن اعتمادها دون التوفر على المنظور الاستراتيجي وعلى الإرادة السياسية والكفاءة اللازمة فقد كانت أمامنا خيارات سهلة وغير مكلفة سياسيا على المدى القريب لكنها باهدة التكلفة وشديدة الأثر على المدى المتوسط والبعيد لعل أبرزها هو الرجوع إلى النظام السابق للدعم وأريد أن أكأكد بهذه المناسبة أن الكلفة المالية السنوية التي كان سيستعين علينا تحملها في حالة الإبقاء على دعم المنتوجات البترولية السائلة كانت ستناهز إجمال 87 مليار درهم وهو ما كان سيضطرنا للتخلي عن ميزانية الاستثمار بأكمله أي تخلي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لبلادنا في الصحة في التعليم وفي الحماية الاجتماعية وغيرها إضافة إلى فقدان السيادة المالية لبلادنا لا قدر الله ورغم ذلك ولمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يفرضه السياق الحالي خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأساسية وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات شجاعة وصائبة في نفس الوقت أولا قرار مواصلة دعم المواد الأولية التي ينتظر أن تناهز تكلفته 40 مليار درهم خلال سنة 2022 حيث من المنتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم البوطان حوالي 22 مليار درهم تعد المليار درهم بالنسبة للقمح المستورد مليار 400 مليون درهم بالنسبة للدقيق الوطني من القمح الليين مليار 300 مليون درهم بالنسبة للسكر و3 مليار 500 مليون درهم للسكر المقرر قرار كذلك دعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الإزمة والتي لها أيضا واقع مباشر على القدرة الشرائية خصوصا من خلال دعم مهني قطاع النقل وستناهز التكلفة الإجمالية لهذا الدعم من نهاية السنة 5 مليار درهم من أجل ضمان استقرار أسعار النقل حفاظا على القدرة الشرائية ثالثا قرار تخصيص جوز المليار درهم لدعم قطاع السياحة لمواجهة تداعيات الجائحة 10 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف من خلال تأمين امدادات منتظمة من المنتجات الغذائية وضمان استقرار الأسعار قرار كذلك تخصيص 5 مليار درهم لدعم وإعادة تأهيل قدرة المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي تأثرت وضعيته المالية نتيجة ارتفاع لمواد الأولية في الأسواق الدولية وذلك بغية الإبقاء على أسعار خدماته في مستوياته الحالية حيث تتحمل ميزانية الدولة تقريبا 75 درهم في كل 100 درهم أو 125 درهم في الفاتورات لكتمثل 200 درهم لكي تفعل مواطنين في فواتر الكهرباء وتزيد تحملات ميزانية الدولة في هذا الإطار كلما زادت الأشطر وهو ما ينطبق كذلك على فواتر الماء الصالح للشرب التي تتحمل ميزانية الدولة جزء مهم جهدا من سعره المحتسب على المستهلك هذا في الوقت الذي تضعف فيه فاتورات الكهرباء في الدول المجاورة وفي العدد من الدول الأوروبية بـ 3-4 حتى العشرات دلمرات قرار سادس هو دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وحماية حقوقها من خلال الشروع الفعلي في تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي التي أخذتها الحكومة على عاتقها في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين والممثل في الميطاق الوطني لمأساسة الحوار الاجتماعي حيث تبلغ التكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام ما يناهز 9 مليار و 200 مليون درهم وقد كلفت هذه القرارات بأجمعها ما يوفق 40 مليار درهم إضافية في ميزانية سنة 2022 دون اللجوء إلى إتقال كاهل الأجيال القادمة بالديون ودون وقف اعتمادات الاستثمار رغم وتوفرنا على الترخيص البرلماني بذلك ودون الرفع من عجل الميزانية حيث ستتقلص بـ 0.6% من الناتج الداخلي الخام مقارنتين مع سنة 2021 ويجب أن نفتخر جميعا بهذا التدبير المتميز لبلادنا لماليتنا العمومية في ظل توالي الأزمات التي أنهكت اقتصادات كبرى وصارت تواجه صعوبات كبيرة لتدبير ماليتها العمومية في ظل تراكم الديون وتقلص الهوامش ولعل خير دليل على ذلك وحفاظ بلادنا على تنصنيفها الاتماني من طرف وكالة التنقية الدولية ستاندار سانت بورس الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة وهو ما تؤكدها أيضا تقارير المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي ويعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات رغم هذه الدرفية الدولية الصعبة كما تتدرس بلادنا حاليا مع صندوق النقد الدولي إمكانية استخدام خط الاعتمال المارين لألسيام كتأمين ضد الصدمات الخارجية هذه الآدات الاحترازية لازم أن نعرف أنها تم إلى حد الآن تخصيصها أساسا لفائدة البلدان الصاعدة التي تتميز بأسس ماكرو اقتصادية متينة وقدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية سليمة وسيمكن اللجوء إلى هذا الخط من تعزيز ثقة الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية لبلادنا والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل كما أنه سيتيح إمكانية توفير الظروف المواتية لمواصلة تنفيذ مختلف برامج الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا إن الاختيارات التي أطرت عمل الحكومة خلال سنة 2022 في ظل سياق أثقل كاهي الاقتصادات وساكنة العالم أجمع هي نفسها التي تم اعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي يترجم تصورها الاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ومعاجلة مختلف الملفات والقضايا المطروحة فهاجسون الأول هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص أثر التضخم المستورد على معيشهم اليومي لكننا نحارسون في نفس الوقت على تنزيل التوجيهات الملكية السامية وعلى مخرجات نموذج تنموي والالتزامات في إطار البرنامج الحكومي والتي يمكن جمعها في ثلاث محاور أساسية إرساء الدولة الاجتماعية تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل والمضي قدما في إصلاح نظامنا الضريبي مع تحكم في التوازنات الماكرو الاقتصادية وما من شك أن نتحقيق هذا التحول الشامل الذي يستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة هو المحدد الأول والمباشر لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يمكن تلخيص فلسفته والتعبير بشكل أدق عنها من خلال معاني الكرامة العدالة والتنافسية فهو مشروع يروم تحقيق الكرامة لكل مواطن لأن المشروع يولي أهمية كبرى لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطن في هذه الضرفية الصعبة وتحسين الدخل لعدة فئات اجتماعية إضافة إلى دعم التشغيل وإلى أهمية كبرى للقطاعات التي تمس الظروف المعيشية للمواطنين بشكل مباشر كالصحة والتعليم والسكن وهي كلها توجهات وتدابير تؤكد أن كرامة المواطن احتلت موقعا لا يستهان به في هذا المشروع تماشيا مع عوضنا عليه صاحب الجلالة نصره الله الذي جعل كرامة المواطن جوهرا لكل السياسات العمومية ولعل الأرقام تبين ذلك بشكل ملموس حيث تم تخصيص طولة الاعتمادات المفتوحة لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يناهز 100 مليار درهم 15 مليار درهم لتعميم الحماية الاجتماعية 9 مليار و 200 مليون درهم لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي إضافة إلى الدعم المباشر للأسر لاقتناق السكن من خلال انتقال من دعم للعرض إلى دعم للطلب لفائدة الفئات الفقيرة وكذلك طبقة المتوسطة حضرات السيدات والسادة تشكل العدالة المكون الثاني لشعار هذا المشروع على احتبار أنه لا كرامة بدون عدالة فقد عملنا من خلال هذا المشروع على ضمان المساهمة المتوازنة لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي لتنمية بلادنا في إطار التكافؤ والتكافل دون تغليب مصارح فئة على حساب فئة أخرى فكل التدابير الجبائية لهذا المشروع يغلب عليها هاجس العدالة قبل تحقيق الموارد الضرورية وهنا أود التأكيد على مجموعة من النقطة الأساسية فلقد تم الالتزام في إعداد التدابير الجبائية من هذا المشروع بمقتضيات قانون لإطار عدو 6019 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي صدق عليه البرلمان بعد جوج المنادرات الجبائية حضرت فيها آراء كل أطياف المجتمع أي بمعنى أكثر دقة فأن الحكومة رغم تقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية بل أثرت الإبداع لتحقيق توازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين والمتضمنة في هذا القانون الإطار ثانياً في سياق تنزيل قانون الإطار جاء هذا المشروع بإصلاح هام يتعلق بالضريبة على الشركات في إطار توجه التدريجي إلى نحو سعر موحد الهدف هو ترسيخ مبدأ العدالة الجبائية وقواعد المنافسة الحرة والممارسات الدولية الفضلة التي تقتضي فرض هذه الضريبة على الأرباح المحققة من طرف الشركات بسعر نسب موحد يضمن الحياد الضريب للفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وسيمكن هذا التدبير من إعطاء صورة واضحة حول منظومة هذه الضريبة في أفق 2021 وفق منهجية تدريجية على أربع سنوات تفادياً لأي تأثير على الفاعلين الاقتصاديين أو على خزينة الدولة مما يعزز الثقة لدى مختلف المستثمرين من خلال تحقيق الاستقرار الجبائي ثالثاً نحن حارسون على التنزيل التدريجي لمقتضيات قانون الإطار حيث ابتدأنا هذه السنة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على أساس شروع ابتداء من السنة القادمة في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وكذلك على القطاع الغير المهيكل بالنسبة للتدابير الجبائية التي تهم المحامون وبعض المهام المهن الحرة أود التأكيد مرة أخرى بأن الأمر لا يتعلق برفع الضرائب أو بدريبة جديدة بقدر ما يهدف إلى تحسين طريقة استخلاص المستحقات الضريبية وقد أثبتت الحكومة ذلك من خلال الحوار الذي فتحته مع ممثل هذه الفئات المهنية من أجل تعميق الفهم حول هذه التدابير كما تجاوبت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تم اقتراحها فيما يتعلق بتحسين دخل الأجراء فأعتقد ويجب أن نكون مقتنعين جميعا بأنه لن يتحقق من خلال الاقتصار على إصلاح الضريبة على الدخل لأن تقريب 55 من الأجراء و86% من المتقاعدين محفيين من هذا الدرائب يعني بأنه لن يكون إصلاح ديال الدريبة على الدخل ما يكون عندهم حتى آتا وقد أوفينا من خلال هذا الإجراء بالتزامنا بالتزام وقعنا عليه مع النقابات وقمنا بتنزيل إحدى التوصيات المهمة للمناظرة الوطنية حول الجبايات التي شاركتم فيها والتي تدخل كذلك ضمن مقتضيات القانون الإطار أما فيما يخص الرفع من الأجور وكما أكدت على ذلك سابقا فقد اعتمدنا مقاربة تدريجية في التنزيل تقوم على توفر تصور متكامل لإصلاح كل قطاع بما في ذلك الموارد البشرية وبناء على ذلك عمدت الحكومة إلى فتح الحوارات القطاعية سالفة الذكر مع الفرقاء الاجتماعيين بكل من قطاعات الصحة والتعليم العالي وإجمالا تبلغ التكلفة المالية لإجمالية للحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام ما يناهز تعد المليار ومئتين مليون درهم حضرات السيدات والسادة يتمثل المكون الثالث لشعار هذا المشروع هي التنافسية حيث تعكس مختلف الإجراءات الوردة فيه توجها واضحا نحو دعم الاستثمار وإعادة إنعاش النمو لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل وتوفير التمويلات الضرورية لمختلف الإصلاحات الاجتماعية فقد تم تخصيص 300 مليار درهم لدعم الاستثمار وهو مجهود إيرادي لتحريك عجلة الاستثمار سواء من خلال استراتيجيات القطاعية أو من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كما تم تخصيص أزيد من 3 مليار درهم لدعم الاستثمار الخاص في إطار تنديل مطاق الاستثمار حضرات السيدات والسادة هكذا تختزل ثلاثية الكرامة والعدالة والتنافسية روح وفلسفة مشروع قانون المالية لسنة 2023 التي تشكل ترجمة للتصور العام والمنظور الاستراتيجي الذي تحدثت عنها سابقا والذي تؤثره التوجيهات الملكية السامية ومخرجات نموذج تنموي الجديد والبرنامج الحكومي وهو ما يضمن التقائية مكونات المشروع وانتجامها بشكل يجعله مشروعا واقعيا قابلا للتنفيذ وقادرا على خلق أرضية ودينامية تنموية شاملة رغم التحديات التي تتخللها في هذه الدرفية العالمية الضبابية والمتأزمة وعليه فمشروع قانون المالية لسنة 2023 مشروع إرادي يجسد إرادة الحكومة لتجسيد التزاماتها توجه المواطنين من خلال تدابير ملموسة وهو مشروع واقعي لأننا اعتمدنا فردية 800 دولار لغاز البوتان بالاستناد إلى توقعات المؤسسات المختصة والذي أخذت بعين الاعتبار استمرار ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المادة مع الدخول الفعلي للحضر الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية حيث التطبيق نهاية السنة الجارية واحتمال استمرار انخفاض صادرات منظمة أوبك بلوس من غاز البترول موسال ولا يقتصر طابع الواقعية فقط على فردية هذا المشروع بل يتأدىها أيضا إلى مختلف توجهات وتدابيره كما أن هذا المشروع طموح ومتفائل أيضا لأنه ورغم الدرفية الاقتصادية السعبة وتوقع انخفاض طلب الخارجي المواجه للمغرب نتيجة تراجع أفاق النمو بمنطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا فإنه يهدف إلى تحقيق معدل النمو الاقتصاد الوطني بأربعة في المئة وذلك من منطلق ثقتنا في قدرة بلادنا على الانفتاح على شركاء آخرين للحفاظ على الطلب الخارجي في مستويات معقولة من جهة وبناء على التوجه الإرادي للحكومة بدعم الطلب الداخلي من جهة أخرى وذلك من خلال مجموعة من التدابير المحفزة والتي يأتي على رأسها الرفع من الاستثمار العموي الذي يناهي 300 مليار درهم ودعم الاستثمار الخاص وتدابير دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تفعيل تزامات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف تعد المليار درهم ومواصلة دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاسة باعتمادات تقدر بـ 26 مليار درهم هذا بالإضافة إلى التعافي المتوقع أن يتواصل في مجموعة من الأنشطة غير فلاحية خاصة قطع السياحة أضف إلى ذلك التدابير التي سيتخذها بنك المغرب والحكومة لضبط مستوى الأسعار والتي ستمكن من تقليص معدل تضخم إلى 2% سيد الرئيس المحترم حضرات السيدات والسادة المستشارين المحترمين تلكم كانت بعض النقطة المفصلة في مشروع القانون المالية وفق ما أفرزه التفاعل والتعاون الإيجابيين بين الحكومة وبين مؤسستكم الموقرة ويجدر بي في الختام أن أشير كما أسلفت في البداية أنه رغم الصعوبات الكبرى التي تطبع السياق العام الخارجي وتأتيراته الكبيرة فإن الحكومة عملت على التفعيل أمثل لمؤهلاتنا الوطنية من أجل تخطي العوائق التي تفرضها الدرفية الدولية وذلك قصد دمان استمرار للسير وفق الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلال نصر الله بما يعينه ذلك من العمل على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية على النحو الذي يجعل بلادنا قادرة على تنفيذ برامجها وفق منظور التنمية الشاملة وعلى هذا الأساس فإن توازن مكونات مشروع القانون كان تحديا حقيقيا وصعبا غايته تجسيد الشعار الذي يختزل مرجعيته وفلسفته أي كرامة عدالة وتنافسية وهو الشعار الذي يعني تقدما متوازيا بين الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على توازناتنا المالية والمكرو اقتصادية ضمانا للحفاظ على سيادة قرارد المالي وعلى موقع بلادنا كقاطرة تنموية في شمال إفريقيا كما أن هذا التوازن الخلاق والمقاربة الإرادية تساهم في إعطاء بلادنا كل مقومات الثبات على مصاري خدمة مصالحنا العليا وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية التي أصبحت بالنسبة لبلادنا أمرا محسوما وتحولت إلى بوابة لسياسة كبرى تدفع بخطة ثابتة نحو الاندماج الاقتصادي والتنموي على المستوى الجهوي والقاري وفق السياسة الحكيمة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله ختاماً أجدد الشكر لكافة مكونات مجلسكم المحقر على روح المسؤولية والتعاون التي أبنت عنه طيلة فترة دراسة هذا المشروع القانون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة